إن شاء الله كلنا متفقلين لأن الوضع يسمح بالتفاؤل الواقعي يعني إحنا قلنا إيه؟ لما كلمناكم قلنا عايزين شباكنا نظيفة هنا نقدر نسجل، نقدر نخرج بالمباراة وده اللي حيفكر فيه كيروش أول جملة كنت بفكر فيها بعد المباراة مبارح إن هذا هو السيناريو الأفضل الذي يخدم أفكار كيروش في مباراة دكار أيوة زي ما أنت سمعت ده السيناريو الأفضل فيما يخص إن كيروش يروح دكار وطريقة وأفكار كيروش هي مناسبة تماما وملأمة تماما لأنه يلعب في دكار بالمجموعة اللي كان بيلعب هنا يمكن الطريقة اللي كان بيلعب بها هنا أنت ممكن لما تشوفها وتشوف أفكاره تحس شوية إن أنت مسعيد أو إنك على ملعبك بتلعب بالشكل ده بس لما تشوف ده في دكار زي ما شفته في أمم أفريقيا وتشوف نتائجه حتحسب الموضوع مختلف قبل كمان ما نروح للمباراة ونروح للفنيات ونقف عند أرقام ونقف عند لعبين وقصة كبيرة جدا مفهوم عام أسامة تكلم في حاجتين يمكن أنا عايز كمان أعمل سبوت عليهم معاه الحاجة الأولى وهي فكرة المتعة بصوا يا جماعة في كده جونسون ويلسون وهو من الكتاب الرائعين في كرة القدم ولمؤلفاته طبعا كان بيتكلم في أحد الناس اللي كانوا بيتناقشوا في فكرة في أمريكا اللاتينية حتى فوتبول دوارتي وفوتبول ديرزولتادوس يعني كرة القدم هل هي متعة أو فن أو هل هي نتائج الموضوع وصل لقناعة تمة أن كرة القدم بتجمع ما بين الاتنين بمعنى أن في النهاية المتعة في كرة القدم هي في حد ذاتها مش غاية أنت ما بتلعبش عشان خاطر تتمتع وخلاص وإلا أنت حتلاقي الستريت فوتبول أو كرة الشوارع أو الكرة الخمسية أو الكرة المهرية أكتر شعبية إنما المتعة في كرة القدم هي أحد أدوات تحقيق النتيجة وحتى الطرق الدفاعية والكتناتشو وغيرها من الطرق الدفاعية الكتير جدا أو لو أنت جيت تتفرج على مفهوم مدربين كبار جدا زي هيلينو هيريرا مع جراندي انتر الانتر العظيم في أوقات سابقة وفي سنوات سابقة هتقول إن شكل من أشكال المتعة هو أيضا الدفاع أيوة زي ما بقولك لأن حتى الدفاع نفسه ده شيء مسسهل وشيء صعب جدا إذن المتعة في كرة القدم هي وسيلة وليست غاية واللي عايز أقوله نحن عندنا جيل نبص كده مع كابتن حسام البدري من فترة ولا وكل الاحترام هنا مش سبيل المقارنة هل أنت يا أسامة في الفترة بتاعت كابتن حسام البدري لو إحنا كنا عاديين نتناقش مع بعض هنا قدام الناس وكنا بنشوف طموحاتنا مع المنتخب ده إيه كان عندك قناعة إن إحنا ممكن نكون في نهاي أمم أفريقيا وكان عندك قناعة إن إحنا لو قابلنا الفريق الأول أفريقيا في التصنيف هو السنغال تقدر توصل للخطوات المتقدمة دي هل كنت على الأقل مرتاح نفسيا لسهولة الفكرة دي ترجمة نانسي قنقر